في بيت لحم في مدينة الميلاد لا يسعنا إلا أن نتحدث في رحلة الميلاد عن قصة مؤلمة جداً حدثت في هذه المنطقة والمناطق المحيطة بها أيضاً عندما سمع هيرودوس الكبير عن ولادة الطفل المولود ملك وطبعاً عندما عرف أن المجوس تركوا بيت لحم رجوعاً إلى بلادهم أمر أن يقتلوا كل أطفال بيت لحم من سنتين ما دون فطبعاً كانت مذبحة يمكن ما ذكرهاش المؤرخ يوسيفوس لأن حياة هيرودوس الكبيرة ملطخة بالدماء هو قتل أبرياء كثيرون لكن على الأرجح معظم الاحتمالات أنه قتل بين 20 ل 30 طفل في بيت لحم وكان في صراخ في كل بيت في شيء جميل بيتكلم عنه الإنجيل بينسب هذه الحادثة رحيل تبكي على أولادها طبعاً قبر رحيل مش بعيد عن هذا المكان ماتت عندما دخلت إلى بيت لحم رحيل هي أم يوسف وبن يمين وبتعبر عن أهل السبي سبي يهوذة في أيام بابل عندما أخذوا أسرى إلى السبي والقتل الكثيرون وكأنه رحيل من قبرها كانت تبكي على كل هؤلاء الأبرياء فنفس حادثة البكاء والصريخ حدثت في بيت لحم إذ حاول هيرودوس أن يتخلص من الطفل يسوع وأن يقتل يسوع في نفس الكنيسة في مكان خاص وين الملاك ظهر للقديس يوسف وطلب منه أن يأخذ زوجة مريم والطفل يسوع وأن يهرب إلى مصر حيث يكون لاجئ هناك فهذه القصة طبعاً مع كل فرح الميلاد ومع كل الصرور والبهجة بهجة الميلاد لكن هذه الحادثة مؤلمة جداً بما أو لما حدث في هذه المدينة مدينة الميلاد ترجمة نانسي قنقر